طيب زي حضراتكم عاملين ايه ادب الطفل ادب الطفل هو ما يبد بص اعمل مهما تعمل الطفل دايما هو مستقبل اي وطن ومستقبل اي امة ومستقبل اي شعب شبانه هم حاضره الناس اللي زي حالاتي على مشارف الخمسين كل عام وانت بخير حلو كده طيب الاهتمام بالطفل وبثقافته معناها انك انت بتبني مستقبلك بشكل سليم بتقدر تنمي وعيه وترفع وعيه وتوسع افاقه خلوني ارحب وبشدة بضفنا العزيز كاتب الكبير استاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل زيز صح اهلا وسهلا بحدوتك وسعيد جدا بالقاء الدوق طبعا على ادب الطفل ونشاط الطفل في معرض القرارة الدول الكتاب باستكمالا لده ونشاط المركز الخمس قفة الطفل وعدد كبير من المؤسسات المصرية اللي في الحقيقة بقى فيه اشارة واضحة وتوجيه مباشر للاهتمام بالاطفال في الحقيقة الناس كلها بدأت تاخد خطوات جدة واعتقد ان احنا نقشنا هنا في التساع مساء قرار سيد رئيس الجمهورية 200 واربعة لسنة عشرين بانشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير في 14 اكتوبر من نفس العام رغم كورونا في الحياة ده كان مفارق في الحياة رغم الظروف اللي كانت فيها مصر في الوقت ده الا ان القرار ده في الحياة كان قرار اسعد كل المتعاملين مع ثقافة الطفل لانك انت بتحط الطفل في واحدة من اكبر الجوائز المصرية اللي مش موجودة في اي مكان تاني فبعدها في الحقيقة بدأت حالة كبيرة جدا من الاهتمام بعدد كبير من الجهات سواء المركز او الجهات اللي موجودة في وزارة الثقافة في الحقيقة بملف الاطفال بصفة عامة يعني الناس كتير بتعتبر او كنا نعتبر انه ادب الطفل اي الادب اللي بيكتبوا روائيين او قاصين متخصصين للاطفال الا انه ادب الطفل اللي دي واجهة اخر هو فكرة زي ما حتك ذكرت كده المبدع الصغير نعم روائي طفل نعم قاص طفل نعم رسام زي ما شرحت لي قبل ما ابدأ الفقرة نعم ايضا طفل نعم اسهب القول ارجوك لا هو هنا زي ما حدك قلت هو في مدرسة تعليمية مهمة جدا اسمها البيير ليرنينج اللي هو التعلم عن طريق الزميل فهؤلاء الاطفال الذين يكتبون لاطفال مثلهم احيانا بيبقوا يعني ممكن يبقوا بالنسبة للمصر اداة توصيل مباشرة ممكن يكونوا اكثر كمان من الكتاب الكبار لانه هو بتكلم عن حالته هو بتكلم عن طموحه هو بتكلم عن احلامه هو بتكلم عن تصوراته هو بتكلم عن جيله وعن وقته فلو احنا مجموعة الاطفال لو احنا بدأنا نكون مجموعات من الاطفال بجوائز كبرى معطبرة غير المسابقات اللي هي اللي موجودة دول فانت فيه رافض تاني مهم دخل للكتابة للطفل زي ما حداك قلت بالاضافة للكبار والحمد لله في مصر وفي العالم العربي فيه كم كبير جدا من كتاب الاطفال وفناني الاطفال يعني على ارضية صلبة وقوية جدا نقدر يشيلوا هذا الملف بشكل جاي ايه بقى اللي حصل في الفطرة اللي فاتت المركز كان مصقفة الطفل كان عنده اصلا سلسلة اسمها من طفل لطفل وكانت السلسلة دي شغالين عليها ان طفل بيفوز وفبنجيب طفل تاني يرسمي فلما تم اعلان الدورة الفائزين في الدورة الاولى قلنا طيب بدل منجيب فنانين كبار ترسم ليه الاطفال اللي هم اللي موجودين طيب ما نجيب الولاد اللي هم فازوا في الرسم في جائزة دولة المبدع الصغير اللي طبعا تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي ويرسموا لهم فجبنا الولاد الاول والتاني في الرسم هم اللي نشروا او هم اللي رسموا للفائزين في مجال الاداب في القصة وفي الشعر وفي المصر ودي كانت يعني ايه حاجة لقت قبول من الناس كلها في العام التاني العدد زاد لان الجوائز زادت من ستاشر جائزة الى اربعة الى اتنين وتلاتين جائزة وفي اتنين كمان كانوا مجتمعين في عمل في الابتكارات والتطبيقات فبقى اربعة وتلاتين طفل اللي هيتم الاستفادة منهم بيوجود عمل مشترك هيبقى اربعة عشرين طفل اللي هم الاثناشر اللي فازوا في الاداب واثناشر من الايه من الرسمين طيب الكتب دي ظهرت ايوه الكتب دي ظهرت وبتباع في صندوق التنمية الثقافية في جناح واحد باسعار مخفضة وعلى فكرة من الكتب الاكثر مبيعا داخل الايه داخل القطاع او داخل صندوق التنمية الثقافية معالي وزير الثقافة دكتورة نيفيني كلاني موصية جدا على الولاد دول بشكل اساسي فبقوا كتوبهم موجودة في المعرض وهم نفسهم الاولاد عملنا محور واحنا بنحط محور نشاط برنامج طفل الدكتور احمد بهيددين العساسي طبعا رئيس المعرض فعرضنا عليه المحاور اللي احنا هنحطها وكان منها المحور ده اللي هو حفلات التوقيع للاطفال والرسمين الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وده كنا بنطعم ده في اليام الاخيرة كمان بحد يغني حد يعزف يعني ايه على اساس برضك يبقى ايه اللي فائزين في الحاجات التانية فبعتوا قالوا انه طب واحنا فين فبدأنا نجيبهم في الايه في الحتة اللي هي الاخيرة لان احنا كنا بنستفيد منهم في عندنا حاجة اسمها صالون المبدع الصغير وصالون المستقبل الاتنين بيغطوا الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في الحديقة الثقافية بالمركز القامل سقافة الطفل اذا هذا الطفل اللي هو دلوقت بيواجه الناس وبيتكلم معهم وطبعا بنشكر القناة الاولى في صباح الخير يا مصر اول مبارح التقت مع بنتين من الفائزات في الشعر وفي المصرح منهم طفلة من اسيوت ومنهم طفلة من القهرة لجين دي شعارة وسلينا دي كاتبة مصرح اذا انت دلوقتي بتشكل في الوعي وبيبقى معاك الطفل كمان بيشكل في الوعي وهي دي الفكرة المطروحة ان الطفل يبقى معاك اداه من الادوات المهمة اللي هو يبقى له دور معاك فاعليا ما يبقاش انت بس اللي بتقوله هو بيتلقى لا هو نفسه دلوقتي بيقول معاك وهي دي الفكرة اللي احنا كانت مطروحة في المعرض في انشطه السنة ده كنا زمان واحنا صغيرين احنا هنطلق فاصل بس زمان واحنا صغيرين يعني في مرحلة ما يعني بعض الطفولة كده بشوية فنسلنا المراقب كنا نعود نحسد بتوع الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية على حجم اهتمامهم بالاطفال خد بالك الناس دي مش هزر كانت بتهتم بالطفل اهتمام طبعا مزهل طبعا مزهل نعم وهبقى احكيلك عليها بعدين عشان ما ناخدش من وقت الحلقة ولا ناخد من وقت ضفنا الكريم استنونا بعد الفاصل طبعا انا لا اخفيكم سرا ان انا خدت اهديتي وانا داخل استاذ محمد الدالي رواية بنات بلتيمور وكتب لي فيها اهداء ومحدش يحاول ياخدها مني وانا خيرك بس من الاخر شكرا فخلوني اجد ترحيب مرة تانية بالاستاذ الكاتبنا الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل زدني من الشعر ابياتها استاذ محمد لانه قلتلي كمان ان احنا اشتغلنا على انه يبقى فيه عندنا الحفلة الموسيقية يقوم بها الاطفال ويعزفها الاطفال ويغني فيها الاطفال وكذلك القادرون باختلاف نعم نعم هو يعني استكمالا للفكرة ان الطفل نفسه يبقى فاعل داخل معرض القرارة الدولي الكتاب الدكتورة نيفين كلاني في الحقيقة وزير الثقافة وهو بيتحط البرنامج بتاع بلازا واحد واثنين اللي هو المفترض هيبقى فيه فرق للكبار علشان تجذب المعرض يعني زوار المعرض وصت بان يبقى فيه اهتمام بفرق الاطفال وتكلمت تحديدا كمان على فرق المركز القامل بصقافة الطفل وفرق الابرة وفرق الهيئة العامة لأسول الصقافة فكل يوم هتلاقي فرق من الاطفال دي موجودة وسعيدة جدا يعني كرال سلام بقادة المايستر واي العوض فرقة بنات وبس ودي فرقة ليه البنات دراما حركية فرقة كروكي فرقة الاراجوز الفنان نصر عب تواب ايضا فرقة زو الاحتياجات الخاصة سواء كانت فرقة الشمس او فرقة طاق نور او المجلس الاعلى الاعاقة كل الناس دي كانوا مساهمين في ان هم بيقدموا برامج للاطفال او بيقدموا برامج لكبار فلما يبقى حدي كبير معدي ويقف بالساعة علشان يتفرج على الاطفال في الحقيقة كده انت دخلت الاطفال معاك في منطقة ان هو يكون فعل في معرض القيارة الدولي الكتاب مش ان هو بس جاي يتفرج زائد بالاضافة ان هو ايضا الاطفال بقى اللهم الاصغر سنا بيلاقوا حظهم داخل جناح المعرض في ان هم بيلاقوا ورش بقى مختلفة ومتنوعة من كافة الوزرات في الحقيقة يعني كانت برضك من الفكرة التانية ان احنا نبعد لي كل الوزرات اللي هي بتشتغل مع الطفل فالدكتور احمد بهيد دين رئيس المعرف لها بعت له كله يعني مش قطاعات وزارة الثقافة بس لا ده فيه وزارة الثقافة وفيه وزارة تضامن وفيه وزارة شباب موجودة وفيه هيئات زي المجلس القومية المركز المجلس القومي للطفولة والامومة موجود المجلس القومي للمرأة موجود ايضا التربية والتعليم موجودة بزخم داخل المعرض ايضا بعض المؤسسات الخاصة اللي هي كانت عايزة تشارك رحبنا بها وشاركنا وقلنا بدل ما واحد يعمل مثلا اربع او خمس فعاليات لا يبقى كفاية عليه اتنين بس يبقى كل الناس تشارك ولو فيه جهة من الجهات كتبة اسم حد او هتعمل حاجة متشابهة وحد تاني هيقدمها يبقى نكتفي بيه شخص واحد او مرة واحدة من الكتاب والادباء والفنانين اللي هم موجودين ايضا كان فيه محور من المحاور المهمة اللي احنا اشتغلنا عليها داخل معرض الكتاب وهو تحضر للاخدر وده كان محور مهم جدا فيه سلسلة في المركز القومي بالعنوان ده فبقينا نجيب الكاتب ونجيب الرسام ونعمل حفل توقيع معاهم وحفل التوقيع ده يعني هو بيختلف عندنا في الاطفال عن الكبار بمعنى ان احنا بنجيب الكتب ونديها هدايا للاطفال الاطفال ما بيشترهاش فبيبقى وكأنه هو لقاء مع الكاتب والرسام مع اهداء الاطفال اللي بيروحوا قاعة خمسة كل يوم فممكن يلاقي له كمان كتاب ياخده مجانا من المركز القومي صف طفل او من الهاية العامة للكتاب ياريتني كنت طفل انا كنت خدتك شوية كتب كنت رحت كل يوم لا فيه اطفال من صباحية ربنا لحد اخر من ضمن فيه عندنا برنامج في المركز القومي صف طفل اسمه حفلات توقيع فبقلهم انت خدت كم كتاب مثلا فاللي خد من الحفلة يقول لي انا خدت خمسة اللي خدت خمسة هكمل له خمسة كمان يبع عشر عشان حرص مننا الاولاد اللي بيحضروا دايما ان احنا بنهدهم دا الاستثمار المعارفي في قابها صوره دا الحمد لله نشيء رائع انا سعيد جدا اولا باللقاء دا وبان اتنورتنا وشرفتنا سعيد جدا بهذا النشاط الرائع والملحوظ حجم الاهتمام بالاطفال الى هذا المدى بما يدعوني زي ما كنت بقولك كده وكلم على المشاهدين يدعوني الى تذكر الايام اللي كنا نقعد نغبط فيها اطفال الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية باهتمام الدولة بيهم جيلي يوم اللي احنا نشوف فيه ان مصر بتهتم بالطفل الى هذا الحد وتجعله شريك في الفاعلية الثقافية كمان وده شيء اكتر من كبير ورائع ومهم شكرك جدا سعيد محمد نورتنا وشرفتنا الله يخليك شكرا جزيلا ونتمنى تتعدد اللقاءتك وشعري تقولك ايه على اغلى هدية بتجيليه في حياتي الله يخليك شكرا جزيلا وفي الحقيقة بشكر حضاو بشكر دكتور نيفين كلاني والدكتور هشام عزمي في الحقيقة وبشكره على موافقته على عدد كبير من الكتب يعني المجلس السنائي داخل بتمانين كتاب لأول مرة من فطرة في الحقيقة بأسعار زي ما حداك قلت تناسب الناس كلها بشكل جيد جدا وهيلقوا ده في لها العامة لأسره الثقافة ولها العامة للكتاب فيتفضلوا في الحقيقة هيلقوا حاجات جاية بإذن الله شرفونا تجدوا ما يسركم قبل ما المعرض يخلص كل الشكر لكتبنا الكبير أستاذ محمد نصف رئيس المركز القامل لثقافة الطفل